اشتركوا في القناة اتهى بانهيار وتفكك الاتحاد السوفيتي وانتصار امريكا والبعض قال انها نهاية التاريخ امريكا تسيطر على العالم وعلى حركة التاريخ جزء من سباق التسلح في اخر الاتحاد السوفيتي ووائل روسيا يلسن هو منظومة الدفاع الجوي الصاروخية اللي هي باتريوت في امريكا واس تلتمية في الاتحاد السوفيتي ثم روسيا الامريكان كان عندهم قلق لان هم شايفين ان صواريخ باتريوت مش بالقوة الكافية لمنافسة اس تلتمية حسب بعض الدرسات البعض بيقول لا باتريوت اقوى من اس تلتمية انما تبقى للمصادرنا اليوم ان كان فيه قلق امريكي في ذلك الوقت اوائل التسعينات انه باتريوت مش بقوة اس تلتمية وبالتالي لا بد من خطة ما انهم يجيبوا بيها صواريخ اس تلتمية ويدرسوا اس تلتمية ديت ايه تمييزها وايه تفوقها وليه هي بهذا التمييز على صواريخ باتريوت او سبقها ببعض المسافات في بعض نظم التوجيه او بعض نظم القتالية بناء على ذلك المخابرات العسكرية الامريكية اللي هي وكارة الاستخبارات في البنتاجون وطارة الدفاع الامريكية وكارة الاستخبارات العسكرية عملت خطة انها بمجابها لا بد انها تاخد نسخة من صواريخ اس تلتمية الروسية الخطة دي قامت على ان هما يدفعوا رشوة ودفعوا رشوة كبيرة جدا للتين موظفين موظف روسي موجود في مركز ابحاث لهذه الصواريخ وموظف روسي موجود في مكتب تصميمات لهذه الصواريخ فكده يبعندهم معلومات كتيرة جدا من مركز ابحاث هذه الصواريخ ومكتب تصميمات هذه الصواريخ الاثنين موظفين ابضوا هذه المبالغ وادوا معلومات عن الصواريخ الروسية اس تلتمية في نفس الوقت وكاة الاستخبارات الامريكية خلت محاولات اخرى سواء سرقة او شراء صواريخ اس تلتمية من بيلاروس اللي هي روسيا البيضاء ومن كازاخستان الاثنين دول كانوا جزء الاتحاد السوفيتي والاثنين دول عندهم اس تلتمية يبازل خطة مرة اخرى باختصار ان يدفعوا رشوة الاثنين موظفين مهمين هيدوهم معلومات ويروحوا دولتين كانوا قبل كده في تحاد السوفيتي وعندهم اس تلتمية ياخدوا منها نسخة الصواريخ وياخدوا بقى الصواريخ يدرسوها بقوة وبناء على ذلك يشوفوا نقاط قوة الصواريخ دي ايه ونقاط ضعف باتريوت ايه وبعد كده تتجاوز باتريوت اس تلتمية بكثير الا ان هذه الخطة فشلت ليه لان الروس عرفوا ان هما اخدوا من روسيا البيضاء ومن كازاخستان وابضوا على الاثنين موظفين المرتشين اللي هما ادوا معلومات كبيرة جدا للامريكان وقام الروس بابطال الشاشات وابطال نظم التوجيه ونظم معلومات في هذه الصواريخ وبالتالي لم تستفد امريكا شيئا من هذه المحاولة التي فشرت كاتب روسي هو محل العسكري كان جزء من تحقيقات مع الاثنين موظفين دول كتب مقال هذه الايام في الصحافة الروسية قال فيه هذه القصة انما قال كمان ان الامريكان نجحوا في المحاولة الثانية ما هي المحاولة الثانية راح الامريكان لمسؤول عسكري الروسي كبير جنرال كبير في ذات الدفاع الروسية دفعوا له رشوة كبيرة جدا هذا المسؤول وافق انه هو يقنع الرئيس يلسن انه هو يدي الامريكان صواريخ S300 طيب ازاي هذا الجنرال يقنع الرئيس يلسن بان الامريكان اللي هم اعداء او منافسين يفترض حتى في ذلك الوقت ياخد صواريخ S300 اقنعوا بايه قالوا هم هيدونا فلوس كتير جدا الصفقة كانت ب140 مليون دولار ناخد ال140 مليون دولار وانطور صواريخنا ال S300 هم على ما يفهموا احنا بنعمل ايه هكون احنا اصلا طورنا جيل جديد من الصواريخ S300 بفلوس الامريكان نتيجة ان احنا نبقى لهم نسخة من S300 يلسن وافق وفعلا راحة صواريخ S300 الى الامريكان طبعا ده كلام بينصر لأول مرة وأول مرة نسمع ان الامريكان خدوا صفقة صواريخ S300 بوافقة يلسن وان الصفقة كانت بهذا القيمة 140 مليون دولار الكاتب الروسي بيقول لو كان بيحقق بلكده مع الاتنين الموظفين المرتشين دول بيقول انه عمليا روسيا خدت 40 مليون دولار و100 مليون دولار تقريبا كانت عمولات ورشاوة للناس اللي في النص انما لدخل المتحدة الروسية حوال 40 مليون دولار من 140 مليون دولار الامريكية واخد الامريكان صواريخ S300 ودرسوها وطوروا الباتريوت بناء المعلومات الجيدة اللي اخدوها من صواريخ S300 من هذا الحديث ما يلي نمر واحد انه العلم هو سيد الحرب وبالتالي لما هم حبوا يتجسسوا او ياخدوا معلومات راحوا لمهندس في مكتب تصميمات ولعالم في مركز ابحاث هم دول اتنين موظفين اللي خدوا رشاوة علشان يدوا معلومات العلم دلوقتي هو سيد الاعمال العسكرية والمدنية على السواء نمر اتنين ازاي الجنرال اقنع الرئيس يلسن وهو الجنرال عميل ومرتشي اخد فلوس ازاي اقنع رئيس يلسن انه هم يبيعوا الصواريخ طبعا مش هيقول له ندي الصواريخ للروس عشان اخدت فلوس اننا بده ادار الموضوع بطريقة فيها درجة من الدهاء لابد من الاقنع حتى في ظل ان الاشخاص بيكونوا بيشتغلوا صالح جهات اخرى فاللو احنا ناخد الفلوس نطور بها نعمل زل جديد هم يعني هيعملوا ايه فهذا بنشوف طريقة للاقنع هي طريقة خادعة وكاذبة تماما لان ده كاذب وعميل وكان بيشتغل لحزاب الامريكان في ذلك الوقت كمان بيشوف نموذك للقيادة الفاسدة والفاشلة بوريس يلسن اللي هو لطلب ان يدرس الموضوع او يستشيل جنرالات اخرين او يقعد سنة او اثنين او يفكر في هذا الامر او نتائج دائه انما وافع على فور لهذا الجنرال وسلم الصواريخ الى الامريكان والنقطة التالية ان الفساد في عصر يلسن خل حتى المنطق المالي غير سليم او غير مفيد لان 40 مليون بس داخل الميزانية والباية عمولات ورشاوة النقطة الاخيرة والمهمة ليه دلوقت الروس بتكلموا عن هذا الموضوع ده معناه ان صواريخ استلطمية اللي موجودة في سوريا الاسرائيليين والامريكان او الامريكان وبالتالي الاسرائيليين عندهم معلومات عن صواريخ استلطمية لان هم قبل كده اخذوا هذه الصواريخ ودرسوها كويس جدا فهل هذا الكلام معناه ان هذه الصواريخ بعض معلوماتها عند الامريكان وبالتالي تهديد اسرائيل بقصف صواريخ استلطمية في محله وان ده ممكن يكون امر جد نتيجة القضية القديمة اللي احنا تكلمنا عنها ولا يا ترى دي رسالة اخرى ان رغم ان الامريكان اخذوا اسرار استلطمية واخذوا صواريخ استلطمية الا ان الروس قادرين ان هم يغيروا في نظم التوجيه وبالتالي كل المعادة اللي عندها امريكا مش مفيدة وان هم عندهم ذات منظومة صواريخ استلطمية في سوريا لكن لا يمكن لاسرائيل ولا امريكا قصفها بسهولة ترى لماذا الان يتم الكشف عن ان صواريخ استلطمية اخذها الامريكان اوائل التسعينات من الرئيس يلسن بغض نظر عن الاجابة الصعبة فعلا لدينا قصة مسيرة جدا تم الكشف عنها هو ان صواريخ استلطمية ذهبت الى واشنطن بعد محاولة فاشلة في رشوة موظفين ما بين باحث ومهندس محاولة ناجحة لرشوة قيادة عسكرية اقنعت الرئيس يلسن ثم تم تسليم هذه الصواريخ في صفقة مالية تحيطها الشبهات الى الادارة الامريكية صواريخ استلطمية منظومة الدفاع الجوي الروسية تثير نقاشا كبيرا في المنطقة والعالم بعد نصبها للمرة الاولى على الاراضي السورية ابنة طوم كروز تجدد الحديث عن ديانة الصينتولاجياء طوم كروز الفنان العالمي المعروف عنده بنته عندها 12 سنة المفروض انه بيشوفها بانتظام لكن طوم كروز ما شافش بنته بقاله سنتين كاملتين ممكن نتيجة انشغال نتيجة سفر نتيجة اعمال سينمائية نتيجة خلاف مع العائلة نتيجة اي حاجة ممكن تكون مقبولة للنقاش لكن نتيجة ان دينه بيأمره ان ما يشوفش بنته في هذه المدة الطويلة طبعا ده كان شيء لافت جدا للانتباه صحف العالم كلها اهتمت بالموضوع ان طوم كروز ما شافش بنته بقاله سنتين عشان خاطر دينه بيأمره بان هو ما يشوفهاش لان هي لم تتبع دين طوم كروز ما هو الموضوع ديانة غريبة جدا هي الديانة التي يؤمن بها طوم كروز ويؤمن بها جون ترافولتا ويؤمن بها بعض مشاهير العالم اسمها السينتولوجيا من كلمة السينس معنى العلم والمقطع التام اتخذ من اللغات القديمة اللغة اللاتينية القديمة هذه الديانة قادمة من الخيال العلمي يعني ده دين وضعي جديد نشأ في الخمسينات نقن العشرين يعني دين بقاله سبعين سنة تقريبا هذا الدين اسمه كده السينتولوجيا هذا الدين اللي هو السينتولوجيا اتأسس في الخمسينات اتأسسه كاتب خيال علمي شباء لما دين يؤسسه كاتب خيال علمي هذا الكاتب عمل نظرية هي اساس هذا الدين الذي يؤمن به طوم كروز وجون ترافولتا ان في حياة موجودة في الكون بالها ملايين السنين وان كان في عربيات وطيارات وحياة متقدمة جدا من خمسة وسبعين مليون سنة كان فيه في هذا الكون كواكب متقدمة فيه طاغية كوني ديكتاتور كوني بتعبير مؤسسة ديانة هذا الطاغية الكوني وجد ان الناس زادت جدا 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 اعدادها فقر ان هو يتخلص من الاعداد الزائدة فقام جمد هذه الاعداد ده طبعا خيال علمي انما اصبح اصل في ذلك الدين فيما بعد فجمد كل هذه الاعداد الزيادة ملايين الناس تم تجمدهم من قبل هذا الطاغية الفضائي واخد الناس المجمدين دول ورماهم في كوكب الارض ورماهم في كوكب الارض في البراكين فاذا فيه براكين وناس مجمدة جاية من كواكب اخرى اترموا في هذه البراكين طيب ما دي دول ملايين من الناس ففي ناس ممكن تكون برا مساحة البركان رمع عليهم قنابل نووية تبقى للكاتب كان فيه سلاح نووي كان فيه تقدم علمي موجود فالمهم يبقى اذا جمد ملايين الناس وجبهم من الكواكب الاخرى رماهم في هذا الكواكب لمكانش فيه حد ورماهم في عيون البراكين واماكن مختلفة من اجل تدميرهم تماما ثم رمع علوم قنابل نووية بعد كده لما قتلوا جميعا ارواح هؤلاء القتلى في هذا الكوكب هي اللي حلت في اجساد اخرى اللي هم بقوا البني ادمين المعاصرين او البشر الموجودين حاليا وبالتالي تبقى لهذه الديانة اللي هي قادمة الخال العلمي ان الانسان او ان الروح بتنتقل من جسد لجسد لجسد اللي هو تناسخ الارواح وبيقول مؤسس الديانة ان هو اصلا كان في نيقي زمان من الجماعة الفينقية اللي كانت موجودة في لبنان وفي تونس وغيرها في حضارة الفينقية وبعد كده بقى ايطالي فترة بقى امريكي فترة فبيقول ان هو كمان روح انتقلت من جسد لجسد ومن دولة الى دولة ومن حضارة الى حضارة وحقبة تاريخية الى حقبة تاريخية هذا الكلام اللي هو خيال علمي فيلم سينمائي الا انه مع الوقت اصبح مذهب فكري ثم مع الوقت اصبح ديانة وهذه الديانة يؤمن بها ناس مهمين في العالم او مشاهير في العالم زي تون كروز وزي شون ترفولتا هذه الديانة ما عقيدتها ايه عقيدة ديانة السينتولوجيا العقيدة بتاعتها ايه معالى انه الانسان مكون من ثلاث اشياء روح وجسد وعقل وانه الجسد ده مجرد هيكل او وعاء لعمل الانسان وانه العقل هو المنصق العام للجسد هو اللي بينصق الصور وبينصق الزاكرة وينصق حاجات كتيرة جدا ويعمل لها ترتيب هو منصق عام الانسان يبقى الانسان جسد وهو عبارة عن هيكل وعقل وعبارة عن منصق عام الروح هي الحياة وهي الحاكمة للعقل والحاكمة للجسد وبالتالي ده تكوين الانسان طبعا ده مش كلام فلسفي عميق ده كلام سازج اتقال في أول ابتدائي ان الانسان عقل او روح او جسد او عقل وروح وجسد الا ان ده مكون عقلي رئيسي في افكار المؤسس الانسان تبقى لديانة السيانتولوجيا اللازم بقى يحجم العقل ويحجم العاطفة وان الانسان يكون بلا عاطفة ده اول دين في التاريخ يدعو الانسان يتخلص من عاطفته ما يبقاش عنده اي مشاعر لا يحزن ولا يفرح نتيجة عوامل منطقية انما نتيجة قرار داخلي هو يقرر يبقى سعيد يبقى سعيد يقرر يزعل يزعل يقرر يبكي يبكي يقرر يبتسم يبتسم عشان كده بياخدوا قارات تلاقي كتير جدا جون ترافولتا معظم صور ويدحك وتوم كروز معظم صور ويدحك ده امر بالضحك يعني ده قرار ميكانيكي ففي وجه نظر هذا الدين السيانتولوجيا ان الانسان لابد ان هو يدمر عاطفته وينهي مشاعره يبقى انسان بلا عاطفة وبلا مشاعر انسان قوي انسان اداء اداء ميكانيكي يعني ما يسمى ميكانة الانسان ان يبقى زي الالة زي الماشين ما عندوش اي مشارت جاء اي حد ولا حتى ولاده عشان كده بقى ما نشوف ان طوم كروز ما رحش شاف بنته بقاله سنتين نتيجة قتل المشاعر العواطف لا مشاعر تجاه احد ولا حتى الابناء والعائلة لا عاطفة تجاه احد او اي شيء ولا حتى الدولة ولا القيم ولا المبادئ ولا اي شيء انما الانسان تحول الى جسد ميكانيكي اداء زي الالة ميكانة الانسان اللغاء العاطفة اللغاء المشاعر تماما لما الانسان بقى يتحكم في نفسه بهذه القوة الرهيبة جدا يلغي مشاعره وعواطفه في الدرج بقى التالت من التقدم بتخش طبعا هذه الديانة درجات لما تصبح المستوى التالت لو بقى قدرت بقوة تحيد مشاعرك وعواطفك وتلغيها الى حد كبير خلص لكذا بقيت انسان مهم في هذه الديانة يبدو بقى يطلعوك على اسرار وتصل الى اعلى مستوى اللي هو مستوى توم كروز اللي باخد اعلى وسام في هذه الديانة ديات السيانتولوجيا طبعا لما نشوف تحليل هذه الديانة نجد النقاط العشر التالية نمر واحد ان مؤسس الديانة هو كاتب خالة المين وعشان كده بيلاقي ان ديانة في سهفة جدا من الخالة المتاغية فضائي جمد ناس في كواكب اخرى رجع الناس لكوكب الارض رماهم في براكين ثم قناة بالنوية ثم ماتوا ثم طلعت ارواحهم دخلت في اجساد اخرى بقى البشر الحاليين يعني خيال علمي اصبح اساس لديانة كمان لما الانسان يموت تبقى لهذه الديانة روحه تطلع كوكب الزهرة وفي هذا الكوكب الروح يتم اعادة برمجتها مرة تانية صفتوير جيد للروح وترجع تاني في جسد تاني على كوكب الارض فده كلام اخره فيلم خيال علمي او رواية خيال علمي الا انه اصبح اصل للديانة مرة اتنين دي كانت افكار فلسفية ان بعض الناس يقولوا ان لو بد تحجيم المشاعر تحجيم العواطف ان الانسان لازم يكون عنده قدرة زي الالة على الاداء وعلى الانتاج لان المشاعر عطرت الحياة الانسانية كتير وكسب في حروب ومعارك ومشاكل كتيرة جدا وقت تال فلو حيدنا المشاعر العواطف حب العالم افضل افكار فلسفية مش واقعية مش منطقية مش مقبولة انما تظل في انه افكار فلسفية تم نقل هذه الافكار الفلسفية الى كونها ديانة نمرة ثلاثة مايكانت الانسان يعني الانسان ده زي اي آلة زي غسالة اللاجة اي آلة يخضع لعلم الهندسة مش لعلم النفس علم النفس اصلا مش موجود هذه الديانة سينتولوجي تلغي علم النفس سينتولوجيا تلغي علم النفس شكس ما علم النفس لان نصر مافيش نفس الانسان آلة بما انه آلة يبقى من الهندسة اللي يحكمه مش علم النفس نمرة اربعة ده خطر على الديمقراطية خطر على الدستور ده الناس ليهمهم دستور ولا ديمقراطية ولا حداثة ولا حياة معاصرة ولا قوانين ده عندهم بقى القوانين الخاصة بتاعتهم ده كوكب وكوكب تاني وجينا من الكوكب الأولاني هنرجع للكوكب التاني وأرواح وأشباح وكل الكلام ده وطاغية كوني يعني كل هذا خير العلمي لا ينسجم إذا ده إيمان وده دين وده عقيدة ده معناه النتب تتكلم على ناس خارج فكرة الدولة وخارج فكرة القانون وخارج فكرة الديمقراطية والدستور النقطة الخامسة تدمير العائلة فيش عائلة ولا أب ولا أم ولا أهل ولا كل الكلام بكله طالما الدين بيقول مفيش حاجة اسمها عائلة وشفنا موضوع طم كروز وبنته نمرة ستة إن الموضوع فيه فلوس أنت عشان تشترك بقى تخش في هذه الكنائس وتترقى تدفع آلاف دولارات ففيه كلام إنهم عندهم أكتر من 2 مليار دولار أو أكتر من 1-18 مليار دولار نتيجة جمع الأموال لهذه الكنائس اللي هي في الديانة السينتولوجيا سبعة العنف للخارجين على الكنيسة وبعض الناس قتلوا وفيه كلام كتير جدا في الإعلام الدولي عن ذلك سبعة أو النقطة التالية إن زوجة المؤسس قالت إن ده شخص متخلف عقليا وإنه خطب بنتها في مرة وراح كوبة وقال أنا هطعمها للأسماك هرمال السمك فزوجة مؤسس ديانة بتقول إنه متخلف عقليا تبقى لكثير من وسائل الإعلام والنقطة التالية في دول زي أمريكا ألمانيا بريطانيا ضد هذه الديانة ولا تعترف بها إنما بريطانيا مؤخرا اعترفت بهذا الموضوع أو مش اعترفت لم تجرم الذين ينتمون إلى هذه الديانة والنقطة الأخيرة عدم الجدية في هذا الدين من البداية إنه أصلا الموضوع كان مؤسس الديانة اللي زوجته قد تعريمه متخلف عقليا قعد على يابسين هو على عام السباحة معاه صديق بيتكلمه فقال له لازم نشوف أكثر طريق عشان نكون مليونيرات كيف تدبر أو كيف تربح مليون دولار في أقل وقت الرهان يمين شمال قال له أنه أسس دين جديد دخلوا تحدي وترهنوا أنه أسس دين جديد ويعمل أول مليون دولار ثم ملايين فيما بعد ثم نجح وأسس دينة السيانتولوجيا ده أصل الموضوع رهان على حمام سباحة تلك من نقاط العشر الخاصة بهذه الديانة إنما طبعا للأسف إن بعض الناس بتكلمه على تربية روحية بثقافة أسيوية أو بعض درجات اليوجا وغيرها كلام كتير من الآن بقى موجود على نطق واسف في مجتمعات الرقية ممكن يكون قريب من بعض أفكار السيانتولوجيا عشان كده وجب التحذير من هذه الديانة التي يعتنقها توم كروز وجونترا فولتا وأخرون التي تلغي العاطفة والمشاعر والانتماء تلغي الأسرة وتلغي الدولة وتلغي كل شيء وتحول الإنسان إلى مجرد آلة ميكانيكية في شرح وتوضيح ما ذهبنا إليه من تحليل هنشوف يورو نيوز في تقارير بتشرح فيه إن محكمة في بلجيكا لم تجرم هؤلاء حافظ الله القيش حافظ الله مصر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة